في المستهل هنأ رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون السيد إبراهيم غالي اثرى تجديد الثقة فيه أمينا عاما لجبهة تحرير الساقية الحمرة ووادي ذهب ورئيسا للجمهورية العربية الصحروية الديمقراطية في رسالة تهنئة هذا نصها صاحب الفخامة إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحروية الديمقراطية الأمين العام لجبهة تحرير الساقية الحمرة ووادي الذهب فخامة رئيس وأخي العزيز يسرني على إثر تجديد الثقة فيكم أمينا عاما لجبهة تحرير الساقية الحمرة ووادي الذهب ورئيسا للجمهورية العربية الصحروية الديمقراطية الشقيقة أنا تقدم إليكم بأحر التهاني متمنيا لكم دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامكم النبيلة خدمة للقضية الصحروية العادلة وشعب هلابي كما يطيب لي بهذه المناسبة أن أهنئكم على نجاح المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو وأحيي صمود الشعب الصحروي الشقيق الذي قال كلمته وأكد مرة أخرى تمسكه بحقه المشروع غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وإذ أجدد لكم التأكيد على موقف الجزائر الثابت ودعمها المبدئي للقضية الصحروية العادلة تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز بقبول أسمى عبارات التقدير والمودة